السلام عليكم أتحدث عن أسباب وعلاج تهيج القولون العصبي في رمضان طبعاً متنازمة القولون العصبي عبارة عن اعتلال وظيفي يصيب الجهاز الهضمي ويعتبر من أكثر أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية شيوعاً وتكثر تساؤلات عن أثر الصيام في رمضان في تسكين الأعراض والتعافي منها وما هي الأطعمة المناسبة للحد من تهيج القولون وأفضل اللوقات لتناول المسكنات طبعاً لا تزال أسباب الإصابة بالقولون العصبي غير معروفة وهناك بعض العوامل المؤدية لحدوثه مثل العوامل الوراثية والعوامل النفسية والتهاب الأمعاء وحركة الأمعاء غير الطبيعية والتحسس المفرط في الأمعاء والتغير في بكتيريا القولون ويعاني كل الجنسين وبمختلف الأعمار من أعراضها المفاجئة بعضها بسبب ضغوط نفسية كالتوتر والقلق أو نتيجة لتناول أطعمة معينة ويمكن أن تستمر أعراض القولون العصبي لعدة أيام قبل الشعور بالتحسن وأبرز أعراضه ألم البطن والإسهال أو الإمساك وانتفاخ البطن وزيادة الغازات وتختلف مهيجات القولون العصبي وحدة أعراضه ونوعها بين المصابين وأكثر مهيجات القولون العصبي شيوعا خلال شهر رمضان اضطراب النوم والتحسس من الأطعمة مثل الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة والمشروبات الغازية والحليب أو اللبن أو الشوكولاتة أو الإفراط في المشروبات المحتوية على الكافين كالقهوة والشاي كذلك الضغوط النفسية وضغوط العمل قد تكون من أسباب تهيج القولون العصبي في شهر رمضان لا يؤثر القولون العصبي على الصيام المصاب وهناك عدة أمور تساعد في علاج القولون العصبي منها ممارسة الرياضة والتدرج في تناول الطعام بهدوء وكميات صغيرة والمضغل جيد وتقليل تناول الأطعمة المثيرة للأعراض خصوصاً الأطعمة التي تزيد من إنتاج الغازات في الأمعاء مثل المعجنات والفاصولية والبصل والكرفس والجزر والزبيب والموز والمشمش والخوخ مع الحرص على الاكتار من شرب السوائل ولمن يعاني من القولون العصبي النوع الأمساكي يفضل تناول الأطعمة المحتوية على الألياف من النوع القابل للذوبان طبعاً بصفة عامة لا يوجد نظام غذائي يناسب جميع المصابين لاختلاف الطعام المثير والحالة النفسية بين المصابين وتختلف الأدوية المستخدمة باختلاف الأعراض وحالة المصاب كالملينات للأمساك ومقاومة الجفاف والأدوية المانعة للإسهال ولألم البطن يتم استخدام العقاقير التي تحد من انقباض القولون مثل دواء المباذرين وهذا الدواء يمكن تناوله مع وجبة الإفطار بعد البدء بتناول التمر والماء ثم الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة وإكمال تناول باقي الوجبة كذلك يمكن تناوله قبل وجبة السحور بنصف ساعة وتختلف الجرعة المناسبة وعددها خلال رمضان لذلك إذا الشخص يعاني من ألم شديد ومزمن ولا يستجيب للأدوية البسيطة ينصح باستشارة الطبيب ترجمة نانسي قنقر